اشتركوا في القناة وزير البنية التحتية وعدد من كبار المسؤولين والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الديوان الملكي أهمية هذا الإصدار الذي يتناول سيرة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وعطائه وجهوده الكبيرة في خدمة مملكة البحرين في قطاعات مختلفة منها ما يتصل بالعمل الحكومي والفكري والثقافة والتاريخ إلى جانب العمل الخيري والإنساني منوها معالي بهذه الخطوة الكبيرة والالتفاة المهمة من جمعية الحكمة للمتقاعدين في تأليفه وإعداد هذا الكتاب والذي سيبقى مرجعا مهما في كتابه سيرة الشخصيات الوطنية وإضافة قيمة للمكتب الوطنية البحرينية وأكد معالي على ما حظي به الإصدار من اهتمام سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لحفظ سيار الشخصيات الوطنية ذات الأثر في تنمية الوطني في مختلف المجالات من جانبه أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال كلمته الافتتاحية على الجهد الكبير المبدول في تجميع سيرة الراحل منذ الخمسينات حتى الآن مستذكرا مسيرته في تقلد المناصب الرسمية ودوره كمؤرخ ومهتم بالتاريخ الشفهي ثم تحدث عن اهتمامه بحفظ تراث البحرين من خلال مجلة الوثيقة وغيرها من المجلات المهمة في تاريخ المملكة وقام معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية بتوقيع النسخة الأولى من الكتاب وإهدائه إلى الحضور من كبار المسؤولين والديبلوماسيين من جانبه عبر الدكتور سعيد السماك الرئيس التنفيذي لمؤسسة مركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بصدور هذا الكتاب التاريخي الذي يوثق محطات حياة شخصية تميزت بعطائها الكبير وغير المحدود مشيرا إلى أن الكتابة يعرض سيرة رجل قدم الكثير من الإنجازات لوطنه شكرا استذكارا لسيرة النموذجية لسمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة طيب الله تراه الحافلة بالعطاء الوطني الرائد التي قدمها لأكثر من تسعين عاما تم تجشين الإصدار الخاص لكتاب الراحل رحمه الله بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين في كافة القطاعات بمملكة البحرين الحقيقة يعني الشيخ عبدالله موسوعة يعني في كل مجال إن جيت إلى قضية التاريخ التراث البحريني فهو موسوعة إن أتيت لموضوع العدل والقانون فهو كذلك إن أتيت للشؤون الإسلامية أيضا كان له باع طويل في ذلك وأما وزارات الخدمات البلديات وغيرها والزراعة فقد تولى مناصب كبيرة فيها وأدى دور يعني مشرف في ذاك الوقت فأنا لما أتحدث لك عدث لك عن رجل يحتوي عدة رجال الحقيقة الحقيقة هذا شاكر الجميع لحضور هذا الحفل لتدشين كتاب عن البالد رحمه الله كمؤرخ ومفكر والحقيقة أنه مساهمته في كل أعماله في تاريخ البحريني لمدة أكثر من خمسين سنة كان مسؤولا في الحكومة في مختلف المناصب خصوصا جهوده في يعني الأشياء الحكومية عموما لكن جهوده كمؤرخ هذه الحقيقة كان جهود شخصية بنوع من الحواية الشخصية للموضوع الكتاب بيكون موجود في مكاتب فبيكون دائرة كبارة عن نوع من تاريخ كقدوة ويتضمن هذا الكتاب القيم العديد من الوثائق التاريخية التي تعكس ملامح هامة من سيرة حياتي سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله الزاخيرة بالإنجازات بالإضافة إلى إسهاماته المتعددة في خدمة الوطن وفي المجالات الشرعية والاجتماعية والسياسية والإنسانية مع حكام مملكة البحرين نعتقد بأن هي خطوة جدا موافقة في توثيق تاريخ هذا الرجل الذي أعطى الكثير لمملكة البحرين وأن يكون قدوة للجيل القادم لتقديم ما هو جيد إلى المملكة في ظل لحد الزاهر سيدي جلالة الملك نحن في البحرين ندين بالفضل إلى الله سبحانه وتعالى وللرجال أمثال الشيخ عبدالله بن خالد الذين ساهموا وصطروا الشيء الكثير لخدمة هذا الوطن وخدمة مواطني هذا الوطن الغالي العزيز على الجميع ويعتبر هذا الكتاب الركيزة الأساسية والذاكرة المضيئة التي يسير عليها أبناء مملكة البحرين ليقتدوا بسيرة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة وحياته التاريخية لتكون حلقة وصل متينة تصل حاضر المملكة بماضيها تجين هذا الكتاب ما هو إلا دلالة على السيرة النموذجية والحافلة للداعية والمفكر والمؤرخ المغفور له بإذن الله سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة الشاهدة على خيره وعطائه وأياده البيضاء طول مراحل حياته على أراضي مملكة البحرين طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر